تيلي يمكن من أكثر العباد اللي قلبي معبي عليها الضاحية الجنوبية أو الضحية الجنوبية نحكيه على خاصة متسكني ولاية بنعروس اللي أكثر من 12 معتمدية و12 بلدية 631 842 تقريبا عدد سكان الولاية هذه الولاية ذايا يعني من ولاية تونس الكبرى تقريبا من أكثر الولايات اللي فيها ككزافة سكانية الولاية هذه عندها عندها عديد من البحورات رادس حمام شاط بوغرنين بورس درية لكن ما دل رزمون سكان الضاحية ذايا ما ينجموش يعوموا في بحوراتها شوف من سخرية القدر معناها كونه غير مبالغة وانا سفرت شفت الكوت متاع معناها الضحية الجنوبية الكل معناها من حمام المنفر هادس الزهرة والجبلة عندك بوغرنين وراها جبلة رساسة وغيره أقوى من ريو دي جانيرو من غير مبالغة في البريزيل معنا شوف البوتنسيال اللي كان عندك الفيل والديناميكة اللي كانت عندك ما تكون موجودة اللي سائر المشكل عرفت بتاعك زيد ومزل يتنفس معناها سلاب خوش اللي خذت معناها برشة عديد الأطراف خذتها فيما يخص الضحية الجنوبية والأسف فهي معاش الضحية الجنوبية يعني نسميها الضحية الجنوبية حاجة أخرى المشكل البيئي هو مشكل عام موجود صيح في الضحية الشاملية موجود مشكل بيئية معناها في رواد وقمرته غيره غيره لكن اللي سار في الضحية الجنوبية والضحية الجنوبية مزر بيئة معنا الكلمة يكفي أنه كل بحورات ضحية الجنوبية ما تنجمتها فيها حتى بحر ومصنفة معناها بحورات ولا شوات خطرة عليش هذي الكل سبب بسيط لأنه كنت عنا مقاربة غالطة من الول والمفرقات اللي ثم في المشكلة هذي الكل إن المشكلة الوقت الشبديه هو مثلا نحن صحيح ولا ملموس معناها مشكلة البيئي وقتش ولا ملموس من اللي بدأت ربطه القنوات معناها كما قلوه الصرف الصحي ربطوها بلوناس قبل كنت لعبات كانت سمادي فوسيبتيك المنقولش اللي مثلا مشكلة معناها فاها فاها لكن وقتش المشكل ولا واضح للعيان معناها كتربطت القنوات بقنوات الصرف الصحي بلوناس المحطة ذي كتضخ في مياه معناها غير معالجة معناها ما عندش طاقة اللازبة بش تستوعب زيدي ذيكا لقطاب الصناعية المحيطة بويد ميليان نحن نعرف ويد ميليان هو اليها بطي يصب في كل شيء به الأدهة من هذا الكل إنه ويد ميليان ثم مثلا معمل متع منتوجات غذائية والمعالبة غذائية منها نتحفر على ذلك الاسم اللي هو بعيد عن ميتمترو يصب لا رقيب ولا حسيب هل أنه لامبيو شفت ولي نعرفوش وللسوف بلوزونا شفت ونعرفو أحنا الناس الكل إنه ثم مشكل قانوني وتشريعي لأنه خاصا نلقاوها في معامل الطماطم والمعامل الكيميادية اللي هو يدفع خطية تتكلف له أرخص من أنه يستثمر في تطهير المياه زيد على هذا كل المعايير الموجودة مثلا بالنسبة للي عنا في الديوان الواطني التطهير عنا كي تجي القائل يقول لك أسمع احنا في تونس من ألفين وخصة ألف وكسعمية وخمسة عين حتى لتوى عنا أبو بري التغطية تلامس تسعين فاصل ثلاثة وثلاثين بالمية معناها ليزون يوربين لكن التعريف المنطقة الحذارية ما هوش واضح مثال صغير مثلا بيش نبعد شوية على الضحية في سوسا في شات مريم عندك مشكل متعون نقص عليش هي والدة مدينة أما هي مصنفة كونها ريف منصونة كمصنفة كونها منطقة ريفية نرجع للضحية الضحية الجنوبية معناها عندك أنت في الكنارة ذلك الكل عندك تقبل ذلك الكل عندك معناها شركة تونسية الكرباء الغاز اللي هي تصب في ملوثات في الكنال عندك من بين مشارقة الخليدية جبل الوسط كانوا قبل ما نعش يظهل الخليدية تاولة ثمان ستاسيون محطة تطهير لكن أقبل كانوا هما معنى هما مش مربوطين بشراير معناها شبكة تطهير ويصبوا ديركتومون في ويد مليان اللي ينتهي بها الملمطة في البحر معناها ذلك الكل ما نيش بش نعدد معناها حالتنا فوق الأسماك متواترة بشكل كل عام نلقاه بالضبط البحر لونه أخضر ولا قز وردي ولا قز بني ولا اللي هو ولا كذا وفمني موجود سمحني حسيم أنا صورت راهو ألوان اللي يحكي فيهم قزواء راهو طقات بيت معناها راهو أه بستاش وفيولي وحاجات البحر يخرج في ألوان كيما هكا وأشكال ما نيش فيهم أصلا ذيك حيوانات نباتات شنية راهو اليوم فقط راهو معنا لا يتم تضموا فيهم الحقي يعملوكو في أمبيانس في بحر لا لا والله والله فقط سمحني حسيم بن قوسين آآ مثال شانا نعيش في رادس اللي شفتو في الستاشرة ذوما التحول من المنطقة آآ كيفاش كانت في الشتاء وكيفاش تولي في الصيف ما تنجمش سمحني مع كامل احتراماتي لعديد المناطق في تونس راهو فما بوتانسيال كبير الزون اللي يحكي عليها آآ حسيم وين في دورة فما قدامك بحر وراك آآ جبل جبل بوغرنين وراه آآ جبل الرساس راهو فيو ياسر محليها قدامها مالو رزمون قهوة آآ بكريسي بلاستيك يخدم ثلاثة بين الثلاثة واربع عشرة فلعاء راو آآ حاجات معناها نورمال مو والقاهوة تلقى باثناشمائة فرنك معناها نورمال مو بان اروزمون بورنول يحكي مدر بقعدوا اي اما اما ما الروزمون اللي شوف انتي قداش من آآ آآ شابي نجم يخدم غادي قداش من البروجيه نجم يتحل آآ آآ غادي قتلك ضحى وبالضحية جنوبية حسب الضحية الشمالية لانا كنت فيها مواقع سيديا لا ولا حتى زو زي عاني ولا محر لا يعني شيء اهو المشيء لا لا يزو زي عاني وخدت زادها حتى ضحية الشمالية فيها بوتونسي الكبير ماستغنينهوش لكن لو انتي حكينا عنا حنا حكينا عالبحر برك رحكي لو عالبحر خطر حاجة ميت في الضحية الجنوبية وضحية الجنوبية حاجة ميت ام بحر ميت الادهة من هيدا في المنطق الخضراء اللي عنا نحن احنا مشيو نعطيك مثال ثلاثة غيب نبديونا مش نذكرهم تيبعا بنعروس الغابة متاع بنعروس كنتا ببريخة كارونسان كيلومتر كارية ولا حاجة كيفكة كل مر يقصوا منها بيتيالة مشروع معناها مفهمتش انا من قنط البلايس بش نمشينا عن مشروع متاع مستشفى الحروق البليغة دحاو الغابة مفهمتني بم بارتي من الغابة بارتي اخرى زادة تماما معمل الصيني والرشنية كيف كيف نحاوه تماما مركز زادة متاع مركز ثقافي ورياضي ولكذي دونك ولي هو مولد الشركات معناها سوادي زانج الشركات معناها الصينية الغادية كيف كيف وغير وغير اذا نحكي غاب نعروس قبل صارت كما يقفوش العباد وطول اللانتريم تاع موليوثي حاجة اخرى في الغابة رادس غابة رادس هي حتى عندها رمزية تاريخية هي المنتزة الغادية مع المرحوم وفرحة حشيت والغاديكة وين توفى يرحموا الشهيد فرحة حشيت معناها ثمة رمزية الغاديكة كان اقبل كان مشروع بشي يصير بشي يعملوا اوتروت يشق يربط معناها بالضحية الشمالية بالضحية الجنوبية بشي يوصل معناها كيف ما نقولوا احنا الاسباس كوميرسي الغاديكة معناها كانت ممكن هذي ممكن ان تحليلي الخاص حاجة اخرى جبل الرساس جبل الرساس كل غام ولا لو نحكي لغام بريك كل مرة نتفو منوح ويج معمل السيمان قاعد نتفو معناها وين ماشين؟ معناها بلاسة بوتونسيال كيفاذيكة معناها والمسؤولية الاجتماعية متع الشركات المنتصبة الغاديكة ويني؟ لو اكبر قطب صيناعي اكبر قطب صيناعي موجود في الجمهورية موجود في وليد بن عروس ودجاه نطحه احنا نشوفها الان وزاد القطب الصيناعي هذيكة يلزم يتوجد لغاديكة ولا ليه؟ الفوسبوزيري كي سياروك يتمشي انتي مثلا في الأقطاب في العالم شي يعملوا؟ بشي حل قطب صيناعي يمشي لك البلاسة حتى على قل يكون التأثير البيئي أقل يقول لك عندي تربة بور الماء بعيد كذي ونربطها نعملها في استركتور كاملة مربوطة بمتار ولا بميناء والغاديكة ونحافظ عليها عندي معناها كي جي انتي مثلا نشاط سياحي كاملة على كود كاملة ينجم يكون بوتونسيال نشاط فلاحي ولا حتى غيره ولا حتى جودة متاع حيات اللي نحبوه لك احنا توينس الكل فامني اذا الكل قضاوا عليه معناها بعد ما تلو مش انتي مثلا كي جي ومثلا يسكر لك كي يس ولا يحتج ولك كذي وحد الان نحيي نحيي اهلي ضحية الجنوبية خطر معظم تحركاتهم الكل كانت سلمية واكزمبلية نتفكروا في ستمبر 2021 عملوا شين يومين فامني أببريت لفاليف وخمسمائة عبد معنا حد الان معناها اللاعباد تقتلوا فيهم بشوية بشوية ومزيت العبادك تكافحها بطريقة سلمية يظهر لي اه انا الاوان انا الاوي يزينا مكل خطوطك الترقيعية ومزينا الدراسات اللي اتعامت على الوناس ناكد لك كل عام ناس مع دراس كل عام صدقني كل عام ناس مع دراس اعطيني ريالما خريطة الطريق واضحة كيفاش بش نوصله في 2030 كيفاش نوصله وحاجة اخرى زادة نحاولو زادة لبوليور الغديك المنتصبين زادة يكونوا هما زادة مش نحاسبهم نقصد معناها بطريقة كذية لكن يخذوا مسؤوليتهم البيئية لو مسؤولة البيئية واجتماعية مش تخرج مرة تخلص مثلا سوفونسون دراوين ولا كذية وتخرج وتعمل ساور لأ يا اخوي استثمروا حدي كمشرع في مثل النواب ولهناني دائع على النواب على منطقة اللي يمثلوا المنطقة متاع ضحية الجنوبية الكل وينكم اقترحتوا شي قوانين على الأقل تلقاو حتى تشريعات تسهل معقول انو اندي مثلا بش بش نختموا ومثالش خالي سيد المستمعين هما اللي قايموا في وسط الصيف رئيس الجمهورية قايس عايدة مشي الحمام لنف قال راوش شبيه هنا البحر موش نظيف المنطق نهارتها نهارتها ريحة البحر سبحان الله ولا البحر ما عاش يصبوا فيه آآ مثالش المنتصبين قالوا لهم اخذوا قرار جات البلدية لمر معناها اذا كان اليوم لازمنا نستنوا آآ شخص وقال له سلطة معينة تجي تتكلم بش نعملو حاجات نجمو نعملوها احنا عنا سنين سمحني انا فقط بش نختم بكلمة قال هيلي الحجم متاعي في في رادس تحيالي والله بالرسمي يا حمدي كل ما توجه عالقلب البحر داروا قبل البحر بالضبط معناها آآ خمسة متر وعالبحر يقول لي انا محمد لازمني كل صيف عندي آآ خمسة عشرين سنة بش نجم من هزا صغاري صيف ويعوموا بالبحر اللي هما قاعدين نشوفوا في آآ اربع وعشرين ساعة على اربع وعشرين اثناشنا شهر لازمني نمشي نهزم الحمامات ندفع ثلاثة ملايين بش نجمو هما يمشي ويعوموا ما نقعدش انا آآ ناخذ الكار ولا ناخذ التكسيات مش نعقب على كلمك محمد روز مشكل امتعب حر ولا مشكل بيئي ما يستحق الزياد مسؤول ولا كلمش تعرفوا لي لا 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 انا بيان داكور فقط باش نننقلو الحلول كننحبو يتبقى تبقاها حتى مكلوم هو ندائي زادة اللي بفهمتني اللي عنده السلطة زادة بش يتحط خريطة الطريق واضحة يحط مشروع مشاريع واضحة انا ما نحبش خاطر كل مرة ما نشي نشكك في نازهة شخص اي حد ولا يوحد يتكلم لكن كل مرة نفس الكلام كل مرة فيزيت كل مرة لجنة برلمانية يقبل في اللي يقبلها كل هكذا وحاجة كانت مثلا الديكليك اللي هو حتى فما ناس يعتبر حتى في بيرود بن علي كانت مشكل مشكل موجود وحاجة اخرى ممكن انتو نحكيه في حلقات اخرى مشكل انتع له ناس البنك المونديال والبنك الدولي في ستامبري ظلي ولا في مين الفين وتسعة عنده وثيقة يحكي فيها بالديتاع على المشاكل الهيكلية الموجودة في الديوان الوطني تطهير واضح موضوع بش نقعدو نتابعو فيه وش نقعدو نعودو فيه بش نختمو عديد المواضيع يمكن نتركو لها اليوم لكن ما كفناش الوقت نختمو بموضوعنا الاخيرة